أريد أن أبدي رأي لعله يفيد إخواننا جميعا وهو أول حاجة أنا مثلا حاجة لاحظتها في تويتر إلى آخر أن هناك هجوم من أنصار الأزواد على الجيش المالي هجوم بالكلمات يعني أنا نقترح بالنسبة للناس والقيادة أن نفكر جيدا يجب أن تفصلوا قيادة الجيش اللي هو الطغمة العسكرية يقودها جويتا ومن معه على الجيش المالي الجيش المالي رأي إخوانكم إخوانكم كبشر إخوانكم كمسلمين حتى وإن اختلفتم في أشياء أو لكنهم إخوانكم ورأي الجيش المالي رأي الجيوش الحديثة هي جيوش تعبودية خاصة في الدول المتخلفة رأي كثير منهم ممكن كثيرين أرسلوهم لا يريدون أن يقاتلونكم لكما عندهم مش خيار يقاتلوكم أو يقتلونهم أو يعذبونهم فحاولوا أنكم تخاطبوا الجيش المالي خطاب لين يختلف عن الخطاب الخشن اللي ربما توجهوه للطغمة العسكرية هذا واحد العمر الثاني أن خطابكم للقبائل قبائل بومبارا خاصة والقبائل الأخرى اللي هي في الجنوب ما لازمش تكون أيضا شيطانا وسبو شتم إلى آخره رأي الشعب المالي منقسم حول القضايا هذه رأي كاين ليناصركم داخل الشعب المالي داخل القبائل هذه كاين معارضين كاين مستقلين كاين أئمة كاين اللي هما ضد الحرب اللي يقودها كويتا ومن معاه وعقداء اللي معاه ضد الإخوانة في أزوات فيجب أن تفرقوا ما بين قيادة الجيش المالي والجيش وما بين قيادة الجيش والشعب المالي أو القبائل المالية في الجنوب فيكون خطاب لين أيضا بش تربحوهم أو على الأقل يكون عندكم بعض الناس اللي يتعاطفوا مع قضيتكم وما توحدوه مش ضدكم أخطر شيء هو أن توحد خصومك ضدك أخطر شيء العمر الثالث أنا كتبته هنا على السريع حاولوا أيضا مرة أخرى هذه رأي لمن أراد أن يأخذ به حاولوا أيضا أنكم تفرقوا ما بين غويتا والطغمة العسكرية في مالي وحكام النيجر وحكام بوركينافاس وما تهجمهم جميعا صحيح وما رأهم متوحدين فيما يسمى بتحالف الساحل إلى آخر إلى آخر لكن رأكم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى رأوا كل واحد عنده حساباته لأنه هذا عسكر متنقين غويتا انقلب على أصحابه والذي دروا معه الانقلاب كما تعرفون داخل مالي أو در انقلاب ثالث في 2021 فأنتوما أيضا ما توحدوهمش أنكم تهجموهم مع بعض فيتحدونا ضدكم حاولوا تفرقوهم الأمر الرابع من الأفضل عدم الدخول في خصومة مباشرة مع روسيا صحيح باغنر هما روس صحيح القرار هو قرار روسيا لكن إذا استطعتم أن تحيدوا روسيا من المعركة ضدكم يكون جميل هذه باغنر هزمت والروس قد يفكرون قد يفكرون ربما أو يراجعون وجودهم فأنتو لو كنت بدأوا تهجموهم ويبدأوا الناس عاطفين معاكم أو الناس يهجموا في روسيا وفي بوتين وفي ماش من مصلحتكم أنتوما ما كونش في خصم مع روسيا أنتوما ما كونش في خصم حتى مع هذا الطغماء العسكرية هي اللي جات هجمتكم أنتوما كنتوا في اتفاق الجزائر اللي يعطيكم نوع من الحكم الذاتي وعندكم كيدال وعندكم بعض المدن جاءوا هجموكم فحاولوا أن يكون خطابكم ليين مع روسيا وبعدين باشتاني ما تكونوش لعبة في أي ديقوة أخرى اللي هي في معركة مع روسيا أو أنتوما ما لازمش أنتوما بتعدوا عن الصراعات الدولية والعالمية أنتوما عندكم معركتكم هي معركة حرية واستقلال لمنطقة الأزوال إما استقلال كامل أو استقلال في إطار حكم ذاتي وهذا خيار لكم وأنا عارف أنها هناك أرى مختلفة الأمر الآخر في قضية نرجع لقضية التعامل مثلا الجثث نتاع فاغنر أو تاع الجيش المال سلموها للهلال الأحمر أو سلموها للمنظمات المعنية ما عندكم ما تديروا بها ما عندكم ما تديروا بها إذا عندكم تم جثث عندهم طالبوا بهم لكن مكلا تحظوا بهم أرجعوهم وأنتم تعرفوا أن في الإسلام إكرام الميت دفنوا خاصة إذا كان مسلما وإذا كان من الروس ومن أرسلوهنهم وحتى هذا ربما يأثر في روسيا عندما يرون أبنائهم جين موتة من إفريقيا رح نسألوا لماذا قتل أبنائنا أما الجرحة وخاصة الجرحة أيضا اللي هما أصيبوا جراحات شديدة في رأي في رأي مرة أخرى أنا مانيش خبير عسكري ولا أنا رأي مناظل أدعم المستضعفين وأقول رأي اللي أصيبوا بجراح شديدة في رأي أيضا ما كان لا يتخلهم يموتوا عندكم سلموهم لأن ممكن جدا يسيموتون من جراحهم الشديدة فسلموهم لجهات ربما قد ترى أن هذا موقفكم رائع طبعا دائما مليح أن يكون هناك مقابل خاصة إذا كان عندكم تما أسرع أيضا إذا كان عندكم معتقالين إذا كان طالبوا بهم يعني بطبيعة الحال وعموما التعامل الجيد مع الأسرع لأن هذا سيؤثر فيهم وجيد أن طالبوا مثلا مثلا لو كان جاء أنا عندي قرار هناك نطالب أني ممكن رجع كل أسر الروس الجرحة منهم وغير الجرحة بشاط أن روسيا تنسحب من مالي طالبوا بالسحاب روسيا من مالي قلهم هذه أرضنا نحن لم نأتي إليكم لا الموسكو ولا السيبيريا ولا نحن ونحن حتى في أوكرانيا نحن رأنا في في الربع الخالي في في السحراء وهذه أنتم لن تستطيعوا يعني من بين الأسباب بتاع الهزيمة أنت هؤلاء أن كانت هناك عاصفة رملية أعمتهم وأعمت طائراتهم هل عاصفة رملية كانت بتقنيات ممكن تحدث مرات عاصفة رملية يعني تم إثارتها بأمور تقنية أم كانت عاصفة رملية ربانية الله أعلم لكن العاصفة الرملية لعبت دور كبير في التعمية على الطائرات وفي التشويش على الدرونز إلى آخر إلى آخره ورأي كتبت عليها حتى الصحفة العالمية إذن رأي أن يكون هناك أن يكون لكم تواصل مع الروس بحيث تطلبون منهم أن ينسحبوا وانتم أعطوهم أسره ما عندكم ما تديروا بهم يعني فرأي والله أعلم هذه بارك نقاط على السريع أردت أن أقدمها ربما مع خبرة لا أزعم أنها خبرة كبيرة ولكنها خبرة قد تفيد ترجمة نانسي قنقر